اهلا وسهلا بكم من جديد اذا تسارع في احداث في مناطق مختلفة ولكن الاهم دائما التأكد من اخبار الاهم اليوم انه في اشخاص عم بيكونوا هم بينقوا الاخبار لوسائل اعلام او حتى بيمثوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مهم انه نثق انه احنا عادة بس ناخد من شهود عين مهم يكون فيه اكثر من مصدر عند نقل المعلومة قد يكون يعني تناقلت وسائل اعلام المختلفة عن امرأة وانتقل في وسائل اعلام مختلفة خبر عن تفجير لامرأة سيارتها مع طفلها ولكن ما حدث مع الامرأة الفلسطينية وهي من اريحة انه كان فيه هناك التماس كهربائي في السيارة فهذا ما ادى الى انفجار السيارة بالقرب من حاجز عيم شرقي القدس وهذا ادى الى اصابتها بشكل خطير في هاي الاثناء في الوقت اللي عم بنعيش فيه في الوقت اللي عم بتحاول الرواية الاسرائيلية تثبت وتتهم كل الفلسطينيين في مهمة صعبة ولكنها مهمة عند الفلسطينيين تأكد من اخبار قبل نشرها يعني سارعت وسائل اعلام الاسرائيلية بنشر الخبر على انه تفقيخ وتفجير لسيارة ولكن سيارة فيها التماس كهربائي وهذا ادى الى اصابتها وطفلتها بالاذة وايضا الاخبار الاخيرة كانت بحسب وزير هيئة شؤون الاسراء والمحررين ان فادي الدري من جنين في حالة موت سريري داخل مستشفى سروكا تم نقله بشكل مفاجئ صباح هذا اليوم من سجن ريمون الى مستشفى سروكا وايضا طلب من شقيقه داخل سجون الاحتلال لزيارته والان في محاول الاصال عائلته والدته ووالده وشقيقه ايضا الى مستشفى سروكا لزيارته مستكملين في اخبارنا ونحاول تغطيط ايضا اهتمامات ومناحي الحياة عند الناس المختلفين اليوم في فلاحين في مناطق مختلفة اللي عم بيقاوموا اتجاه تحديهم وصمودهم باشرار الزيتون الخاصة فيهم بدأ هذا الموسم في تصاعد هجمات واعتداءات المستوطين على مناطق مختلفة ولكن دورنا كمان كوسائل اعلام دور وزارة الزراعة اللي بتشفى على هذا الموضوع انها تقدم نصائحه ومعلومات ما قبل قطاف الزيتون واثناؤه ايضا بهذا الخصوص بنضم معنا من داخل الاستوديو المدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الاستاذ رامز رامز عبيد رامز عبيد الله صبحك واهلا وسهلا فيك شكرا لك على حضور كمان الله يسلمك الله عطيكم العافية يعني فيه مناطق بدأ فيها قطف الزيتون ومناطق ما زالت تستعد لقطف الزيتون صحيح؟ اكيد ورسميا بدأ موسم قطف الزيتون من يومين يوم الجمعة الماضي بـ 19-2015 هذا هو التاريخ اللي حددته وزارة الزراعة لبدأ موسم قطف الزيتون في فلسطين بشكل عام عادة كيف بيبدأ؟ يعني مرات نختار بداية الشرين الأول وعادة نختار منتصفه يعني شو اللي بيحدد أو شو اللي بيحدد للفلاحين كمان امتى يبدو؟ هي اللي بيحدد ومظبوط كل سنة بتختلف عن الأخرى العام الأساسي فيها يعني الأمور الفنية اللي احنا بنتبعها مع شجرة الزيتون سواء موعد الإزهار إمتى بيزهر الزيتون وإمتى بعقد والظروف الجوية التي تتبع مرحلة الإزهار ومرحلة عقد الزيتون يعني بتحتم علينا أنه نقدر نعرف إمتى الزيتون بيكون ناضج يعني موعد تحديد قطف الزيتون هو موعد مرتبط بنضج الزيتون في مناطق عنا فلسطين مدن تبدأ قبل مدن أخرى أو يفضل لها مناطق تبدأ؟ أكيد إحنا عنا فلسطين مثل ما بحكوها بتنكاس بالشبر من حيث المناخات فعندنا محافظات حامية شوية شبه ساحلية مثل طول كرم قلقيلي جنين المنطقة الغربية من رمالة هاي المحافظات ممكن تبدأ في الوقت المبكر اللي حددت الوزارة اللي هو تسعة عشرة لكن عندنا مناطق باردة الإزهار وعقد الزيتون فيها بتأخر شوية فينصح بتأخير هذا الموعد وفعلا في محافظات أخرات ومثل سلفيت مثلا حددوه بثلاثة وعشرين تسعة يعني بعد موسم بعد ما حددت الوزارة بأسبوعين تقريبا أيضا يعني قراء الشرق رمالة مناطق الجنوب الخليل بيت لحم الكودس يفضل تأخيره عن الموعد اللي حددت الوزارة طيب كيف تتوقع وزات الزراع يكون انتاج الزيتون لهذا العام؟ هذا العام انتاج الزيتون عنه ضعيف نوعا ما يعني مقارنة بالسنوات اللي مضت العام احنا انتاجنا حوالي 24 ألف طن زيت السنة بنعتقد انه ننتج يعني من 16 ل 18 ألف طن زيت بالرغم انه العام برضو ما كان عنا حمل احنا كان عنا نص حمل العام الماضي يعني الثانية ممكن يكون 40 بالمية الحمل او اقل شوية ليش ايش السبب؟ من الاسباب الظروف الجوية اللي حرثت على شجرة الزيتون بالذات خلال فترة الازهار مرت علينا تباين شديد في درجات الحرارة ترتفع الحرارة بالنهار وتنخفض بالليل التباين في الحرارة وقت الازهار بمنع عملية اخصاب المبيض في الزهرة فبتعطينا عقد كادب احنا بنسميه علميا يعني الزيتون بيعقد لكن ما بلبث انه بكت عن امو بالاضافة للموجة الحرارة الشديدة اللي تعرضت لها البلاد ادت الى نشفان الارض نشفان الزيتون نشفان الثمر اثرت سلبا على شجر الزيتون عنه طب يعني ايش في نصائح بتواجهوها وكمدير دائرة الزيتون بتواجهوها للناس يعني لسه الناس اللي ما قطفوا الزيتون في نصائح بتأثر على انتاجية وطريقة ايضا قطف الزيتون للفلاحين او الناس اللي عم تقطف هلأ الاكيد هي يعني النصائح دو شقين شق بتعلق بالكمية الانتاج وشق رح يتعلق بالجودة كمية الانتاج احنا بننصح اخوان المزارعين بشكل عام يلتزموا بالموعد اللي بتحدد وزارة الزراعة لانه موعد مش عبثي موعد بناء على دراسات موعد يتم فيه مشهورة ناس فنيين وخبراء ومختصين في هذا المجال اللي قطف قبل هذا الموعد ولمس في ايدو هذا الحكي كانت عنده كمية الزيت قليلة متدنية في الثمر وصلت يعني نسبة الزيت بالثمر حوالي 14 ل 16 بالمية بينما اللي رح يتأخر بعد هذا الموعد رح يكون عنده النسبة حوالي 30 بالمية يعني المزارع فعليا اللي ما التزم بموعد وزارة الزراعة خسر نصف زيته حتى الآن وبالإضافة للجودة الزيت اللي نبقطه في أول الموسم ما بيكون ناضج بتكون المادة الكلوروفية عالية المواد الفينولات والأمينو أسد اللي فيه لثمرة الزيتون ما بتكون ناضجة فبحصل على زيت جودته قليلة ضعيفة فالمزارع خسر الكمية وخسر الجودة بينما الموعد الملائم اللي حددت الوزارة بعد 9 الشهر الزيتون بيبدأ ينضج وبتبدأ المواد جميعها تتكون بشكل مريح وكامل ومتكامل في ثمرة الزيتون فنحصل على أفضل كمية وعلى أفضل جودة يعني زي ما بيقولوا فلاحين اليوم بعتوا دروس في قطف الزيتون الناس والخاصة الأعمار الأكبر سنا وعمرا بيعرفوا يتعاملوا مع شجراتهم مع أرضهم ولكن هل في شيء نصائح تشعروا أنها مغيبة عن الناس تحبوا تركزوا عليها أو تنصحوا الناس فيها أكثر بكل تأكيد إحنا مع احترامنا لخبرات آبانا وأجدادنا إلى أن العلم تطور شوي وفي بعض المعاملات القليلة لكنها خاطئة كانت تمارس عند أجدادنا من بعض الممارسات اللي إحنا غيرناها تقريبا وفعنا تغيير ملموس فيها اللي هي قضية تذبيل الزيتون كانوا زمان يذبلوا الزيتون يعني بعدما المزارع يقطف زيتونه يتركوا أسبوعين ثلاثة موجود على البرندة مثلا بنحكي لها أو منطقة فيها في وبعدين يقضوا على المعصرة طبعا هاي من العادات الخاطئة اللي بتأدي إلى تدهور في نوعية زيت الزيتون هاي العادي بعدها موجودة عند إخواننا بالجنوب يعني بالخليل المناطق الجنوبية حتى منها يطة ودورة حلحول بعدهم هاي الظاهرة موجودة هاي الظاهرة خاطئة جدا هم اش بعتقدوا بعتقدوا ممكن هذا يحسن نوعية أو جودة الزيت ممكن يراك هم بعتقدوا انها كمية الزيت بتزيد بس فعليا ما بتزيد هو لأنه الزيتون بيذبل فبصير بدل الكيس ما يوسع مية حبي مثلا بصير يوسع مئتين حبي لأنها دبلت الحبي وخسرت شوي من الماء تبعتها فالكيس بصير يعطيهم مثلا بدل ما يعطيهم ثلاثين كيلو بعطيهم أربعين كيلو بس الأربعين كيلو جين من مئتين حبي مش من مئت حبي بالإضافة إنها جودة الزيت بتخف يعني كل ما تأخرت يوم عن المعصرة انت بتخسري في جودة الزيت والزيتون من العادات اللي يعني اللي احنا مننصح اخوانا المزارعين تجنبوها في مواسم مثل هاي المواسم بالذات وليش هذا الموسم بالذات هلأ بحكي لك هذا الموسم اللي عنا احنا نتوقع إنه من أفضل أنواع الزيت اللي رحصل عليها السنهاية عنا نسبة الزيت الفاخر اللي هو الاكسترا فيرجن احنا بنسميه رح تكون نسبته عالي جدا لأنه ما في عنا إصابة بضباب الثمار الزيتون أو الإصابة قليل جدا في ضباب الثمار الزيتون اللي بتأدي لتدهور في نوعية الزيت فمن العادات أو من الأشياء اللي كانوا أخوانا المزارعين استخدموها خطأ إنهم كانوا يجمعوا حبات الزيتون اللي صاقت تحت إمه في هاي الأيام ويخلطوه مأحب الزيتون اللي بكتفوه عن الشجرة نفسها فخلط الجول اللي تحت الشجرة مع الثمر السليم برضو بدهور الزيت فمننصح إخوانا المزارعين إنه بالذات في هاي الثانية ما تخلطوه لأنه الزيت اللي رح يخرج عنا رح تخرج جولته عالي جدا والزيت اللي جولته عالي أكيد سعره رح يرتفع وحتى لما أنا بدي أصدره بطلب فيه السعر اللي بدي إياه فحافظوا على زيتكم ما تدهوروه هذا إذن مهم وزي ما أنت قلت ممكن تكون عادات بنمارسها ولكن هي خاطئة فبالتالي توضيحها مهم طيب أنت بس حكيت أنه ما نراكمش الزيتونات وناخدهم ونعصرهم الإشكالية كمان عندنا في المعاصر كم المعاصر ما بكفي لكم الناس اللي كمان دهتوا مرات أصلا الزيتون بتراكم ولكن مهم أنه نحاول قدر الإمكان نرتب هاي العملية ولكن في السنوات السابقة منشهد دايما في إشكالية في المعاصر نفسها أول إيش بدي أسألك عن علاقة وزارة الزراعة في المعاصر هل إلها السلطة أنها تشرف عليهم وتتأكد أن كمان العملية عم بتتم بطريقة قانونية ولصالح الطرفين بكل تأكيد لصالح المزارع لدرجة الأولى إحنا بنعمل المعاصر إلنا سلطة شبه كاملة عليها من ناحية فنية وتقنية لكن من ناحية الترخيص وأمور إدارية تتبع على وزارة الاقتصاد الوطني المعاصر هي أهم حلقة من حلقات الإنتاج في سلسلة إنتاج الزيتون لأن المزارعين مثل ما تفضلت قبل شوي المزارع أصبحت عنده دراية وعلم جيدين يعني مع شوية إرشاد بيكون المزارع واصل عندنا لمرحلة عالية جدا من الفهم لأساليب القطف والتخزين وإلى آخره فيما يتعلق بالزيتون لكن بالضل في عنا مشكلة وهي لساتها قائمة اللي هي المعاصر أنه بعد ما المزارع يتعب طول السنة يخدم أرضه يقلمها يحرطها يجمع ثمرها يبدو يودي ثمراته على معاصر الزيتون المعصر هنا هي اللي رح يعني تبين إما ثمرت جهد المزارع وتعطيه حقه في تعبه وإما تخرب له تعبه وتعطيه زيت هو تعب عشان ينتج أفضل منه كيف؟ بالنسبة للمعاصر عندنا أعتقد أنه من أعلى النسب في العالم حسب المساحة عدد المعاصر الموجودة عندنا يعني عدد المعاصر اللي عندنا معاصر كافية جدا وأكثر على مستوى العالم بالنسبة لمساحة الزيتون يعني الأردن عندهم زيتون قد أو أكثر شوي بينما معاصرهم بالضبط قد نصفنا عندهم حوالي 140-150 معصرة احنا عندنا حوالي 280 معصرة يعني ضعف الأردن ففش عنا مشكلة في تراكم الزيتون في المعصرة كانت زمان موجودة اليوم لا لا مش موجودة يعني المزارع أكثر مزارع ممكن يتأخر له 10-12 ساعة على الدور في المعصرة فما بيعاني من هاي المشكلة لكن في عنا مشكلة جديدة ظهرت في المعاصر هي قديمة لكن تم اكتشافها حديثا له مشكلة الفاقد في الجفت الزيت الفاقد بالجفت عندنا من مخرجات العصر مثل ما بتعرفي بيعرفوا جميع إخوانا المزارعين بيخرجوا عندنا مادة صلبة اللي هي الجفت الزيتون خلال بحث قامت في وزارة الزراع منذ ثلاث سنوات في حملتها على الإشراف على المعاصر تم اكتشاف أنه عندنا نسبة زيت عالية في هذا الجفت بتوصل في بعض المعاصر لأرقام يعني كبيرة كثيرة 17-20% المعدل العام كان يعني بحدود 11% عندنا في الضفة الغربية هذا الفاقد العام لما حولناه لفلوس كانت قيمة الخسارة فيه حوالي 50 مليون شكل وهذا الرقم يعني بخلينا يعني نوقف نوقف مطولا عنده لأنه كيف نخفض هذا الفاقد نوصله للحدود العالمية المسموح فيها الحد الأقصى العالمي المسموح فيه لنسبة الزيت الفاقد 6% احنا عندنا ضعف الحد العالمي ممكن احنا نخفضه ببعض الإجراءات هذه الإجراءات احنا الوزارة عم بتكون فيها احنا خلال السنوات اللي مضت يعني حددنا المشكلة وتم تحديد آلية حل المشكلة يعني العام ما كنا بالضبط عارفين كيف ممكن نحلها لا الثاني احنا عارفين مية بالمية عرفنا وين المشاكل وقسمناها لنوعين قسم النوع الأول اللي هو بتعلق بالماكنة نفسها احنا للأسف أغلب المعاصر اللي عندنا معاصر قديمي ومجددي يعني استهلكت في بلدها في إيطاليا ولا في إسبانيا وتم تجديدها وبعثها عنا على فلسطين بأسعار يعني زهيدي نوعا ما فهي مشكلة يعني مياكن حديد وهي تتآكل سنويا وطاقتها وقدتها على العطاء بتقل كل سنة بعد سنة فعنا قسم من هاي المعاصر بحاجة إلى صيانة أكثر وقسم منها بحاجة انه حتى نشطبها كمان ننزلها عن الشغل المشكلة الثانية لها علاقة بالعامل البشري بالمشغل بالفني اللي بدير المعصرة وهنا هو إحنا مكمن الخلل عندنا بشكل أساسي بصراحة لأنه من خلال حملتنا إحنا لما كنا نشد على معصرة ما كانت تعطينا نسبة زيت فاقد قليلة بدليل أنه صاحب المعصرة بقدر يوصل لأفضل مما هو بشتغله بشكل عام كيف العامل البشري بتعرف أنت مثل ما تفضلت لك قبل شوي عنده بموسم الزيتون بصير في ضغط شوي على المعاصر يعني بيجوا ناس كثير وبحطوا زيتونهم بالمعصرة وبصير فيه على صاحب المعصرة بضغط أني أنا بدي أعصر أول أنا تأخرت أنا بلدي بعيدي أعصر لي أسرع ففي بعض المعاصر إما عن جهل وإما عن كلة أماني بيكون بعض معصرة وطاقة انتاجية بحلولها القصوى أو حتى أعلى من حدها الأقصى حتى يسرع عملية العصر بدل ما يعصر 700 كيلو حب بالساعة بدي يعصر 1200 كيلو حب بالساعة عشان يمشي الدور عشان المزارعين يعني ما حدا يهرب عند غيره ويخفف الضغط اللي عليه في هاي عام الأساسي كانت فكلما صاحب المعصرة صرع بزيادة كانت عندنا نسبة الزيت الفاقد أعلى طب يعني كمان الناس بتقدر تسمع هذه المراحضات والناس كمان نفسها هي بتقدر تشرف على هذه العملية وتوصيع إذا الناس نفسها كانت مدركة وواعية لهذه التفاصيل بالتالي هي كمان ممكن تطلب من صاحب المعصرة هاي الطلب بالإضافة لمشرفين المتوزعين وهلأ بدي أسألك عنهم إذا هم عددهم كافي على المعاصر الفلسطينية طبعا إحنا عنا بدأنا بتوزيع بوسترات حتى ومعلكات في أغلب المعاصر لهذا الموضوع الموضوع التوعي بس برضو بلزم منه صاحب الزيتون برضو يكون يعني واعي شوي يختار المعصرة اللي صاحبها بتكلاه يعني برضو هاي مهمة مش كل صاحب المعاصر واحد ما احترامنا الشديد لهم كلهم على الراس والعين بالغالبية العظمى لكن كل منهم ممكن إنهم يأثروا على القطاع وذيما أنت قلت مرات بيكون في عوامل هي لازم يسرعوا لازم يأهد بصير على حساب موضوع الزيتون وحساب صاحب المعصرة نفسه لأنه إحنا صاحب المعصرة بأخذ نسبته من كمية الزيت اللي خارج من عنده إحنا أكيد رح نرافقك في محطات مختلفة رح نسألك كثير أسئلة خلال موسم قد في الزيتون يمكن هاي كمان تيجي في مرحلة متقدمة نوعا ما ولكن أخيرا في أقل من دقيقة إذا في شيء شعرت أنه مهم وإحنا ما ذكرنا في اللقاء إذا تحب تحكيه في نهاية هذا اللقاء تفضل أتسلم الله بارك فيك إحنا أكيد إخوان المزارعين نتمنى لهم السلامة في هاي الأيام بالذات في المناطق القريب المستوطنات عنا إحنا أكثر من أربعين ألف دنم محاذي للمستوطنات هاي يعني صاحبينها بكطفوها بكونوا يعني تعبهم مختلط مع دمهم فيها لأنهم كثير منهم عم يمسوا بشكل مباشر من قطعان المستوطنين ومن هجم الشرسة بنتأمل من إخواننا المزارعين أنهم يتأنوا نوعا ما يراجع مكاتب مديريات الزراعة ليتم التنسيق لهم في المناطق هاي حتى نقدر بقدر الإمكان يعني نوفر الحماية والمساعد لإنهم شكرا للك جزيلة شكرا لهذا الوقت وختام أيضا حلقتنا في هذا الصباح يعطيك العافية وأكيد يعني موضوع أساسي كل هذه الأحداث اللي بتصير هي للأرض والجذور الشجر الموجودة في ناس دفعت دم يعني كانت حياتها فدى شجر زيتونة وهذا الشيء الأساسي اللي بنناضل كمان من أجله إذن أحداث كانت متسارعة وكان أبرز هذه الأحداث بالحديث عن موت سريري للأسير فادي الدري أحداث أيضا في مناطق متفرقة نتمنى السلام والأمان يا رب الجميع اللقاء فيه الله يصبحكم بالخير لتواصل في التغطية أيضا المستمرة غدا الساعة العاشرة والنصف من المنطقة من العمل أجمل التحيات وإلى اللقاء اشتركوا في القناة